ومش اختيار هو اضطرار جعت من باب شعور بالواجب أمام خطر داهم نحسوا وداير برشة الناس رجعوا مش كنانا من الناس اللي جيبوا رواحهم فما برشة الناس رجعوا في الفترة هذية من باب الخوف على مستقبل الثورة وعلى مستقبل مسار ديمقراطي الخطر هو تقبيد الإطالة في عمر الاتلاف الحالي اللي هو اتلاف بين زوز قوى يمينية واحدة متغطية بالدين والاخرى متغطية بالحداثة ولكن الزوز رجعيين ويلتقيوا في موضوع تقاسم السلطة في غير مصلحة تونس ما كانش ساما قدامي معناها برشة اختيارات بش نجمقون اخترت وما نوع من الالتقاء احنا كنا ثلاثة من الناس تقريب انا وكلفهم كانوا ودكتور عادل عمراني اصدقاء وكنا في فترة الصيف الكل نتداولوا في حول سؤال ما العمل وصادف انه عثرنا على مجموعة اخرى تطرح نفس السؤال وتحاول اجابة عليه بطريقة عملية يعني بالانخراط في مسار سياسي يتيحنا العمل باش ندارك الموقف في البلاد فجات بطبيعتها يعني انا تقاربنا في الاسئلة وتقاربنا في الرغبة في ايجاد جواب عليها وفي الرغبة في محاورة تغيير الواقع ما عنديش عليها فكرة كبيرة ولكن الناس اقولولكم بكل صراحة وبكل نزاهة طوى هذوم الناس معناها انا نعرفهم من قبل ونحترمهم ولكن في نظري المتواضع اخبتوا عدم جدواهم يعني فما تداعي اننا نعملوا اتلاف بتاع كلنا فاشلين هاي وفهم قواء اخرى جديدة ومسبق لهاش لا المحاولة ولا الفشل فخيارت نكتب في ورقة بيضة معناه يجوز وان كان نجا مش ندخل في تفاصيل شنوه كيفاش ظهور لك هالقرب هذا كنت تشوف في الاعلان عن النواية والبرامج والخطاب يعني والوعود كلها تتشارك في نفس نوعود حتى ندا تونس وهذو ما هالحزب جديد هذا حزب الدولة وحزب الحكومة كلهم يتشاركوا في الخطاب وحزبوا في القناة ولكن زدى انا نعطي قيمة كبيرة للاشخاص اه الطيار اه نتمنى له النجاح وفيه بارشا ناس معناها ممتازين ولكن انا بصراحة ما عينيش بش نعاود نجرب اول شيء مع حزب خاطر ما تنساش اللي مبادرة مواطنون راهي جيت لتدارك هذا النفور من السياسة اللي تثبت فيه الاحزاب دوك مش مش نهرب من فشل الاحزاب بالانخراط في حزب سيتو وخاصة ان عند فما ناس معناها في بارشة احزاب كيف تقولك معناها جربت العمل معاهم ولعقدت فيهم النية ايجو سوي دي سوي ذوق نحاول نعمل حاجة معناها نشارك في حاجة على قل صفحتها بيضة خالية من السوابق يعني السياسية في الفشل في نفس الوقت نؤمن بتوحيد الجهود ولكن زادة نذكر تجارب خائبة معناها في أنا من وقت بن علي شاركت على قل في أربعة مبادرات لتوحيد المبادرات بين أحزاب رباعي وثولاثي وكلها فشلت على خاطر لزيقو النرجسيات متاع بعض القادة وكل فشلها ومن غير ما ندخل في تفاصيل معناها تجارب ذي ما أعطتنيش فكرة باهية على التوحيد ولا على الأقل ما خلتنيش نعتقد أنه التوحيد متيسر مع كل الناس وفي وفي كل وقت المبادرات مبادرة ماطنون في اللخر وربما وقت إعداد القائمات الانتخابية ممكن ونفكروا في هذا بجدية ممكن تتعاون مع أنا كما نحبانا مع مبادرات أخرى مستقلة أكثر مني هو مع أحزاب وناس زاد في مبادرة ماطنون معناها يتوقع حتى التعاون مع الأحزاب ولكن طوى أنا بصراحة نؤمن بلي إحنا نجب نبنيه كينا وتكتمل رؤيتنا للمشروع هذي وراه زاد التوحيد ومش على بعضه يعني مش خاطر فضائل التوحيد ونقوم ونتوحده مع أين كان ولا وساعات مع مع ناس ما نحملوش نفس الرؤية من عرشانة يظهر لي قادم الأيام وبعد ما نعمل وإحنا باش نعمل وندوة وطنية في آخر مارس بداية أفريل ممكن وقت اللي تكتمل المنامح ممكن نتواصل مع ناس أخرين ونتعاون وعلش لا والله من عرش ما منيش طرح للموضوع من عرش وقتش بش جي للفترة معناها ومكن يمكن ضرورات الفترة بشيش نعمل كيلو أخرين خاطرته أشوف هاك اللي يحبوا يترشحوا للرئاسة يقولوا ماذاك؟ ما دام تونس حاج تهابية ومعناها تونس في حاجة كلهم يغلفوا معناها طموحهم الشخصي بهذه بحاجة تونس إليهم والله بعيد علينا الموضوع هذايا إذا ما يفكر فيها مليح أنا عملي مترشح للحاجة وفهم حتى فرص متع مناصبه واعتذرت عليها ما نعرش إذا كان تونس في حاجة إلي خلينا عملك يجمع ممكن 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 تونس في حاجة إليهم تونس في حاجة إليهم تونس في حاجة إليهم تونس في حاجة إليهم